السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدين الكرام في كل مكان فيديو النهاردة فكرة رائعة لإعادة التدوير أتمنى أنها تعجبكم وترفعوا الفيديو بلايك وتعليق وشير لكل حبيبكم طالبنا نبدأ بسم الله دي كانت علبة كاستر دا عندي وينفع أي علبة مدورة موجودة عندك مفيش مشكلة أنا هبدأ أقسمها الربح والتلات تربع زي ما هتشوفوا كده بعد كده هجيب الكرتون وهقيس على قد الجوانب الأربع جوانب هبدأ بقى أجيب دا كان بواقي قماش عندي ودا كان طل برضو هبدأ أحط القماش الأول وبعد كده أحط من فقيه الطل هنا بقى أنا عملت كل الشغل بنفس الطريقة الأول طبقة من القماش وفقيه طبقة من الطل هنا بقى أنا هجيب الوجهين على بعض وهلزقهم باللزق دا هو المفروض البلاستر العريض بس أنا ما كانش موجودة عندي فهلزقه باللزق دا هو ضعيف شوية فهبدأ أحط كده تبقى فوق بعض طيب أنا ليه بقى قصتهم من الأول ورجحت لزقتهم تاني فايدة اللزق دا إن أنا هقدر أن أنا أفتحها وأقفلها زي ما هتشوفوا معي دلوقتي دي بقى كانت شنطة قماش مقطوعة عندي فجبتها وهغلف بيها من جوة أنا غلفتها هو بالكامل وحطيت الجوانب كمان هبدأ بقى أجيب الاستراث وهلف بيه كل الحروف هنا هو بقى بعد ما خلصتها تحفة فنية تحفة فنية بجد هتحطيها على تسريحتك بجد مش هتصدق جمالها هبدأ بقى أجيب واحدة من اللولي عشان هقفل بيها زي ما أنتوا شايفين كده تمام طبعا أنا عايزة أوقفها فهو هحط أربعة من اللولي تحت شايفين الأمر؟ شايفين الجمال؟ بجد تحفة هبدأ بقى أجيب في يوم كبيضة وعادي ممكن ما تحطوش يعني ممكن تستغني عنها مفيش مشكلة وهبدأ بقى أحطها عليها بالشكل ده تحفة فنية على تسريحتك بجد أتمنى تكون الفكرة عجبتكم وترفعوا الفيديو بلايك وتعليق وشير لكل حبيبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر